موسيقى كم أسئلة وتساؤلات وعلامات استفهام وأحياناً مصحوبة بعشرات علامات التعجب قد كده هو بس احنا عم حاول قدر الإمكان نبقى محددين مركزين خلونا الأول نرحب بضفنا العزيز سيادة النائب الموندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المصري منورنا سيادة النائب الزميل العزيز يا ربي خليك يا ربي نبدأ منين الحدوتة؟ لأن الحدوتة كبيرة ودسمة بص يا الحدوتة كبيرة وعايزة أول النهار مش آخر الليل وإنتوا بتصهروا لكن أنا كتبت لك بعض النقاط كده عشان بعض الخواطر يعني حلو جدا شوف بس إنت جاهز جاهزي طيب شوف على مدار ألاف السنين بلدنا مش خافي على حد إنها ماشية في توزيع الشركة تمام كده النظام الحالي سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية ورقبية وإعلام وكثير من المواطنين الحقيقة والمؤسسات أخذوا قرار مع بعض بعد النتيجة اللي حصلت ما بعد يناير إن إحنا نحاول لابده إن إحنا نجتهد في تحسين هذا الوضع طبعا فابتدوا بالسكن العشوائي في مناطق خطرة تلا بعد كده بعض المجهودات في تحسين المناطق العشوائية الأمنة ثم ابتدينا نتكلم في مسألة طيب هنستمر كده لغاية إمتى وإزاي فابتدت تتحط العنوين تلاها القرارات من ضمن القرارات كان مسألة الإشراطات البنائية اللي حضرك أفرتها وإيه كمان وملف التصالح وإيه كمان وملف قانون 144 ل2017 مجموعة جاهد كبير الدولة الحالية دولة ما بعد دولة يونيو اجتهدت عشان تزمت هذا الإقاع طب إحنا لأيه عايزين نزبطه لأن وجدنا إن إحنا بنتكلف فلوس كتير جدا عشان نحصن أوضاع مختلة غزبا عننا لازم كدولة نتدخل فيها وإحنا ما ننزم بفيها زي إيه زي إن أنا عمل كبري أعمل نفق بفلوس كتير جدا عشان نحل مشكلة مرور عشان أربط محور بمحور يعني طب ما ده كان من الأول يتخطى الطرق عادية بدل ما أنا أعمل أعمال صناعية وأبدأ أشتغل فيها ثم إيه كمان لقينا إن إحنا مستمرين في التعدي على الأراضي الزراعية بشكل مخيف فتحت مظلت كل هذه الوقائع ابتدت تولدت كثير من الإجتهادات الحكومية سواء كانت قوانين أو قرارات وزارية لتحسين الواضح فبالتالي إحنا ما نختلفش مع الحكومة إحنا بقى نرجع بقى برلمان بقى كل واحد بسلطاته ما نختلفش مع الحكومة حول سعيها في ضبط منظومة العمران في مصر وأنه أنا الأوان إن إحنا نخرج بره لإيه الحيز الشريط الضيق فده هدف مشترك ده هدف مشترك أنا أسمت المسألة للآتي التاريخ ما قبل خمسين سنة شكله عامل إزاي المراكز الاقتصادية والتنموية في مصر عاملت إزاي ثم الخمسين سنة لوحدهم كده الأخرى والخمسين سنة العشر سنين قبل 2011 شيء والعشر سنين بعد 2011 شيء آخر التأسيم ده قائم على إيه؟ على حجم ومعدلات التخطيط العمراني المشوه في بلدنا ليه بقول تخطيط عمراني؟ لأنه ما هو كان فيه تخطيط عمراني طبعا فيه مخطط سراتيجي وفيه مخطط تفصيلي وفيه حيز عمراني يعني البلد ما كانتش فيه أحد لكن فيه أحد وبيعملوا الكلام ده بس كله على الورق تيجي على أرض الواقع تجد أن الحيز العمراني اللي متخطط ده هو مش موجود المخطط العمراني التفصيلي مش أقول لك السراتيجي التفصيلي كمان على الورق مش موجود سواء في المدن والمراكز والأحياء أو حتى في القرى طب ده يقول لنا إيه؟ يقول لنا إن إحنا لازم نتعلم من الإيه؟ من الناس اللي سبقتنا أنا عندي رئيس دولة رئيس الوزراء الحالي كان رئيس هيئة التخطيط العمراني ما قبل 2010 وبالتالي العقل المفكر في التخطيط العمراني شاهد على العصر وحاول يكتهد على مدار العصور دي كلها لكن الكلام هنا أنا النهاردة لازم أقول أنا على أرض الواقع عامل إزاي؟ عشان كده المسألة الوضع الحالي النهاردة أصبح مبني على الآتي فقافة تكونت على مدار الخمسين سنة عشان كده أولتلك شوف الخمسين سنة ثم أدواتك أدواتك إيه؟ يعني عندك مواطن دماغه متركبة كده وعندك أنت أدواتك كحكومة متمثلة في جهاز إداري وبإمكانيات مادية وعينية لابد أن تتوفر له ثم عندك تشريعات حكمة للمسألة والأهم والأهم الريزيستنس نحو الإصلاح المقاومة نحو الإصلاح كانت الأول مبنية على الهوى الخاص بالمصالح يعني عايز يسترزق أو 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 النهاردة بقت مبنية على أمرين هوا خاص بالمصالح وهوا سياسي يعني عندك الناس في الجهاز الإداري من من مصلحتها إنها تفشل المنظومة عشان أنت تفضل في الايه؟ في السيركل دي طيب دي مقدمة لللي مش داخل معنا في التفاصيل ممكن يتوهم مننا فيها أنا عايز أكلمك بقى كلام وحديث الناس اتعامل إيه؟ الدولة المصرية طلعت قانون اسمه 144 ل2017 ده بيتعامل مع تقنين وضع اليد قلنا خلاص التعدي على الأراضي انتهى دي ظاهرة سرطانية وجرم كبير جدا فإحنا وقفن له بالمرصاد وتشكلت لجنة استرداد أراضي الدولة والموجة الأولى والتانية وإلى آخير وقلنا هنقنن ده قانون السسنائي هنقنن للناس وضعها عشان أنا مش هعرف أشيل الملايين دول من على أماكنهم وعلى سكنهم فوأنا بعمل القانون ده وعلى فكرة طالع من الإدارة محليا مقدمها الحكومة في المجلس الصعب غفلت نقطة قلت أنا كحكومة بقى هنا هو اللي قابلينا الحكومات اللي قبل كده ما هو التعدي على الأراضي المملوكة للدولة ده مجرم من خمسينات القرن الماضي صحيح كان يقولك إيه كانوا ماشيين بحديث بما معناه عن الرسول عليه الصلاة والسلام من أحيا أرضا مواتا تصبح ملكا له طبعا الفقه هنا تدخل الدولة العصرية وكان فيه بيني وبين معالي وزير أوقاف طبعا حديث فهذه المسألة لا يمكن هي تمشي في هذا المصار وبالتاني من خمسينات قرن الماضي قالك لا وقف الكلام ده الأراضي مملوكة للدولة وحطوا خلاص لكن مش عارفين ينفزوا مش عارفين ينفزوا أو يتصدوا للناس اللي بتتعدع تروح حضرتك تشتري الأرض يقولك لا اشتري الأول من الجهاز أو من الحكومة يقولك لا اخلص الأول مع العربي أو البدوي اللي موجود وبعدك تعالى قانن معي كان أظن قانون 222 أو 222 وقانون 2257 طلعوا قانون كثيرة جدا وآخرها أيام الدكتور يسوف بوتر وصغالي قدم مقترح وراحوا مطلعين قانون 148 لألفين وستة ومعارفوش يعملوا أي حاجة هنا وانت بتشرع لازم تقرأ التاريخ وتجارب الجهاز الإداري اللي معاك في تحقيق هذا الأمر نجح ولا مجح لما طلعنا 144 2017 كان الحقيقة النواية طيبة جدا لما جات اللاعي حالتنفيذية والممارسات بتاعته كانت الأرقام في تقدير المسألة مغالا فيها جدا فالملايين المقدرة إن هي تيجي تقنن أصبحت عشرات الألاف وحتى عشرات الألاف أنت مش عارف تكمل معها فبقى عندنا إشكالية هنا طبع جينا طلعنا في 2019 قانون التصالح على مخالفات المباني أنا خلي بالحضك دي شجاعة من النظام الحالي إنه يطلع هذه القوانين استثنائية في التعامل مع الواقع التصالح لما طلع برضو قلنا لا مش هنعمل بقى غلطة مين 144 ده إحنا هنحط التسعير في صلب التشريع عشان الأيدي المرتعشة وكما فحدناها 50 جنيه لألفين جنيه لو تتذكر سيادتك وحصل شوية حاجات وتدخلنا كبرلمان وفخمت رئيس الجمهورية قد ترخير راح جاي موجه بإن الكرة كلها تاخد الحد الأدنى ب50 جنيه والحال ماشي ولكن وقف عندي إيه وقف في الإجراءات واستكمال من نموذج ثلاثة لنموذج عشرة مع الكم الكبير اللي هو الـ 2.8 مليون طالع فوسكتنا لا عملنا جلسات قياس أثر تطبيق عشان نشوفه حدنا مؤشرات القياس مع الحكومة ومرثون كبير انتهى بالمشاريع اللي هي دخلت عند حضرتك الأسبوع الماضي وراحت للشيوخ في نسخة جديدة من التصالح عشان أحلحل القديم بتيسيرات أكثر وأستقبل الجديد لمن يرغب دي كلها مجهودات تشكر عليها الحكومة الحقيقة ويشكر عليها البرلمان بغرفتيه كل ده عشان أعمل إيه يوسف بيه أحس أعمل عملية ضبط منظومة العمران في مصر طب ليه أنا كمان عايز أصبط هذا الملف لأن طول ما الناس عمالة تتكافر فوق بعض أنا بقعاني من أمراض أخرى بأتكلف بالمليارات فيها باقتراض وبمشاكل زي إيه الثقافة السلوك الإنساني طبعا ثقافة الزحمة المشاكل الصحية واخد برسي عدتك أنا لما بيبقى عندي عمرات مبنية على أراضي الزراعية أو مبنية بأرض اللوى دي حضرتك تلاقي الشوارع بأربعة متر وخمسة متر بدون صرف صحي ودي مشاكل أنا بقعاني منها وبتمثلي ضغط كبير جدا على نظامي الصحي التعليم المرور اللي بحله زي ما قلتلك في مقدمة حديثي بالكباري والكلم ده فأصبحت مسألة أمن قومي ما نقدرش نتحمل الوضع أكتر من كده بس كده أنا في نفس ذات الحيز الورقة دي النشاط الاقتصادي نفسه أصبح محدود بالحيز ومش هعرف أوسع الأنشطة الاقتصادية أو أنوعها أو أكبرها وبالتالي الناس اللي جوه هنا هتفضل طول الوقت تحت وطأ اقتصادية كبرى ويا إما ما عندوش منفذ اقتصادي تنموي يقدر النهاردة يطلع نشاطه وحماسه فيه فهيعمل لك إيه هيبقى مركز فيه إن هو إزاي وقت ما تغفل عنه يطلع بحاجة مخالفة النظام العام للدولة ما يمشيش معاه كده عشان كده إحنا مع الحكومة في مسألة الاشتراطات البنائية ولكن وحطت تحت لكن ده عشر خطور ميش وده يمكن الدبيت اللي ما بيننا وما بين الحكومة وكثير من الناس سألوني تقصد بإيه لما قلت مع دولة رئيس مجلس الوظهر في الاجتماع وعدت وقررت في الجلسة العامة أننا أصبحنا الآن في حالة فجوة فكرية ما بين البرلمان وما بين الحكومة في مسألة الاشتراطات البنائية وكما ليه فجوة فكرية رغم أننا متفقين على العنوان لأن لو أذكرك من أسبوعين جلسات في الجلسات العامة الجلسات الرقبية لوزير التنمية المحلية الحالي الجديد سيدة اللي هو عشان أمنى ربنا يوفقوا إن شاء الله والسابق الرجل الفاضل اللي هو محمود شعراوي والدكتور عاصم الناس دي على مدار البرلمان الحالي والسنة الأخيرة من البرلمان السابق جلساتهم ما فيش كلام معاهم تقول اليوم من كل نواب مصر إلا في حدوتة الاشتراطات البنائية ووقف البناء وإذا فأنت أمام حالة لا يمكن أنت لأن لو ما تجوابتش معاي بقى أنت عندك حالة إنقار ودي مسألة في منطقة الخطورة حالة إنقار ما بين دول ممثلين الشعب وبعدين لما بيتكلموا في مسائل عامة ده ما بيتكلمكش في حطة أرض بتاعت ولا بيت بتاعت لا حالة عامة على العموم فهنا لازم نوقف نقول لو الله خلي بالك إحنا كده محتاجين نقرب طالما متفقين في المبدأ والإطار محتاجين نقرب مع بعض حول الوسائل والأدوات والأليات اللي تحكمنا لتطبيق هذا الأمر عشان ما نسبقش مين اللي سبقنا أنا آسف ما نحصرش ما نحصرش اللي سبقنا فمنيجي نقول إيه نقول له الله طيب أنت جيت في حياة كريمة وقلت إن 60% من القرى أو 60% من شعب المصري ومثل القرى طب هنا القرى أصبحت محتاجة إن أهلنا فيها يبنوا هما مش هيروحوا ياخدوا في الإسكان الاجتماعي اللي أنت نجحت في أنك تعمله في المدن صحيح وكل التحية للحكومة عفع عليه لأن أنت في المدن والمراكز والأحياء الحضر أنت حلت دونمط إسكان حضري وحلتها بشكل جيد ولازم في كل مرة نحيي الحكومة نحيي في خامة رئيس جمهورية لأنها إرادة سياسية فريدة بقى عندي الأصمرات موجودة بقى شاير الخير إسكان الاجتماعي دار مصر الحقيقة عملت حزم كفيرة جدا وعملت تجود في الأداء صحيح يعني ولما بقول بتجود في مسألة كمان الفاسيليتز بتاعت السادات لكن هنا في 60% التنين نمط الإسكان الريفي نمط الإسكان الريفي أنت إما تتدخل بأن أنت تعمل نوع من أنواع الإسكان القروي يلبي احتياج الفلاح بتاعنا أعلينا اللي هما 60% من البيان وحيح وجنبه مركز تنموي أنت الدولة أنت الريجليتر أنت المنظم تحدد تقول آه والله وفقا للخريطة الصناعية اللي احنا رئنا نشف عليها أنا أقدر أعمل في الأقليم ده أو في القرية دي استنادا للنسب الميزة النسبية اللي موجودة فيها المصنع الفلاني ما بولكش أنت تعمله اطرحه اطرح الرخصة السخلصة على غرار الرخصة الزهبية اللي فخمت الرئيس قالها للنائب السويدي واخد بال حذك ليه واحد يجي جاهز على طول ما يعودش يلف في الحتة دي مصنع علف في الحتة دي مصنع حاجات طبية زي اللي انت عامله في منيسويف وهكذا وتبقى واخد الحقيقة رعاية لأن احنا عارفين ان احنا عندنا مشاكل لازم نعترف عندنا مشاكل في ان احنا نقدر نطلع والمستثمر يلف على الجهات فأنا عايز حاجة خالصة يجي يجهز معايا لو استطعت ان انت تعمل الكلام ده ما عندناش فيها مشكلة طب مش قادر يبقى لابده ان انت تتعامل مع الحيز العمراني القروي ودي النقطة اللي احنا محتاجين لسه عندي كان تليفون مابيني مابيني احد قيادات الاسكان مهاردة صبح نقرف فيها المسافة فكر البرلمان في تغيير الحيز العمراني مش ان انت تتوسع من هنا ويجي لك التاني يقولك شو معنى وسعت من هنا لا وسعت من هنا لا 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 ده مبنية على معايير علميا حددها مع بعض لان انت لو ما حلتهاش وياخد عليها فلوس الدولة تحصل فلوس كمان يعني مش هحيز ببلاش او مش هغير الحيز ببلاش طب دي بقى نقطة فعلا مهمة يعني يمكن انا هلخصها بسرعة قبل ما نروح الفاصل علشان عاوزة اكمل مناقشتها بالتساع بعض الفاصل لو احنا جينا اقولنا ان انا هوسع مثلا الحيز العمراني من جهة الشرق الحيز بتاعي من هنا هيجي بتاع الغرب هيجي يقول له طب انت موسعتش من عندي هقول له طب تعالى انقل في الشرق هيقول لك لأ تعالى وسع من عندي انا نشاطي الاقتصادي وكمان تربطي الاجتماعي والاسري هنا والارض دي بتاعتي يعني ببلاش ففي التكلفة ساعة البنى الارض بالنسبة له حاجة ببلاش كده لو انت نقلتني ناحية الغرب يبقى انا مضطر اصرف فلوس زيادة اللي هي سعر الارض هنحلها ازاي يا سيادة النائب هي هطلع الفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا مع سيادة النائب المهندس احمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب المصري اشتروا مني كملوا معنا بعد الفاصل اهلا بحضراتكم انا مش عاوز اضيع وقت بصراحة عندنا على طول كده سيادة النائب احمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب بسرعة احنا كنا بنتكلم على الاحواز العمرانية يا جماعة لو انا زودت الحيز العمراني غربا هيجي من يعيش شرقا يقول لي مليش فيه يزود لي عندي انا كمان لان انا مش هنتقل لكل الاسباب الممكنة هنعمل ايه شوف يوسف ايه الحيز العمراني مصر بتتكلم فيه بقى لأربعين سنة وما بتحلش تمام كان فيه مقولة يقولك احنا ما نقدرش نغير حيز عشان الارض الزراعية انا بقول لحضرتك ما فيش حاجة اسمها ارض زراعية في حاجة اسمها ارض منتجة للايه للحاصلات الزراعية انت على اللوحة عندك انها ارض زراعية على الواقع هي مش زراعية هي ارض طبلت فيها متخللات اطبلت يعني الووتر تيبل بتاعها فيها متخللات بوسائل الري الحديث وباللي بيعمله السيادة الرئيس والحكومة الحالية ما شوف خلي بالك هتقي دايما كلامي الحاجة الكويسة هقول عليها كويسة والحاجة اللي احنا بعافية ومحتاجين نشتغل عليها هنقول فبوسائل الرئي الحديث بالدلتة الجديدة بالمحاور اللي ربطة ما بين الحضر والريف الجديدة في كل مصر وانا لفف في المحافظات ما تخافش بقى على مصألة الارض الطينية اللي مليانة نيماتودة والكلام دا والزراعيين فاهمين الكلام دا اذا انا اللي خاف منه ويقول لي ان انا استمر في عملية مقاومة سفرية لاحتياج من احتياجات الحدود الكفافية في السكن ومش عارف حلو ابقى بدحك على نفسي ان انا اجي اقول لي لده انا بقاوم اللي اتعدي على الارض الزراعية في العيد مع اول ليلة الاقي نفسي اتبضرت بمتين ترتمية مخالفة مباني ومعرفش اقا ايه اقاومهم ولما بقاومهم مشاهد صعبة جدا ودنيا فانا اجي اقول ايه لا والله احتياج الناس ابدأ اشتغل فيه بتدرج بتدرج يبقى وانا باطلع برا انا بوفي للجيل الحالي لغاية ما خلص الاتي باينه بقا الرخصة الالكترونية ملف ان احنا ننجح ما هو هو فيه حد عايز يخالف طب غلا هو بيخالف لامرين الامر الاول ان هو مش عارف يحصل على رخصة بوسائل كريمة صحيح فيقول لك يا عم ابني اسهلي بالطريقة دي امر التاني مسألك الصادية ان المنتج اللي انت بتقدمه سواء كان قطاع خاص او قطاع حكومي في السكن اغلب كتير من ان هو يحلها على حطة الارض الاراض او الاراضين اللي هو هيبني عليه طبع فانا لازم اكون وقع في هذه المسألة على وتكون ثقافة فيها فانا اول حاجة لازم انتهي من ملف الرخصة الالكترونية لان لا يمكن انها تتحل بالجاز الادابي اللي موجود ده انا بجيب من الاخر عشان الوقت ممكن نعمل حلقة الوحدة في موضوع في الرخصة الالكترونية فيبقى النمر واحد الرخصة الالكترونية اللي مان يعني يريد ان هو مهتم بالمسألة ده هي من ناتج جلسات امتدت في هذا الموضوع ثمان سنين الجلسة الواحدة يمكن بتقعد بخمس وست سبع ساعات نمر اتنين مسألة الحي زل عمراني الواقعي المبني على مراكز تنموية اقتصادية من شأن الناس اللي بيقوموا على اعداد الخريطة هيئة الاستثمار حاليا وايضا الناس القائمين على الخريطة الصناعية ان هما يبدأوا يحددوها بشكل علمي انت ديزاينر لازم تعمل مستر بلان قدامك خريطة مصر بالكامل تقدر تقول النهاردة انا في المناطق دي هعمل كذا كذا مدينة المحلة قامت على مصنع صح ومدينة كفر الدوار قامت على مصنع نحن نسكن عندما يكون لنا مورد للرزق مورد ابدأ انا مقولكش انت كدولة خش وعمل ومش هخش في السكة دي ماشي واخد بال حضرهاك لكن انا بقول لحضرهاك ايه اطرح والناس جاهزة تشتغل بس تضمن الله حاجة واحدة انه ياخد الورقة بتاعة الاجازة اجازة انه يعمل ويقدر يروح للممامو والبتاعه اسواء كانوا شركاء مساهمين او جهات مصرفية بنوك يقول له يا سيدي انا معايا الرخصة هاي وده عليكم ولن نستطيع ان احنا ننجح في المسألة دي الا لما نخوده انا ارى انه اهنا الاوان ان تنطلق حملة اعلامية لتشكيل الوعي ممتدة باستدامة يعني تاخد لها سنتين تلاتة كده صحيح واخد بالحضرتك احنا لما جينا في التصالح قعدوا سنة بالرزع و بالخبط و بالازالات ما عملوش اكتر من ستمائة الف طالع لما بتدينا نشوف الادوات ايه والقصة ماشية ازاي والحكومة استجابت لنا وباسلوبنا وبسياسيتنا والكلام ده وخفضنا الاسعار وتدخل فخامة الرئيس صحيح في خلال اقل من شهرين تلاتة وصلت الارقام لاثنين وتمانية من عشرة مليون كانت حصيلة لا تزيد عن تمنمية الف وصلنا لاثنين وعشرين ونص مليار يمثل لخمسة عشرين في المية جدية اذا وتوجدت الحالة صح والحقيقة يعني يعني كل استوديوهات الاعلام ومنصات الاعلام كانت في موضوع التصالح ده يعني ما يفوتش يومين تلاتة اربعة الا ودائم منصة واحدة المسألة احنا محتاجين ناس زي حالاتي وزي الوزير المختص لازم الدكتور عاصم يطلع وزير التنمية يطلع يشرحوا للناس اهمية ضبط منظومة العمران وخطورتها على الامن القوم المصري ويعني مدى تأثرها على الجمهورية الجديدة اللي احنا بنحلم بيها لان الحلول الامنية في ان انا انزل اصد للناس التعدي بتاعهم هي مطلوبة جدا ولكن لا استطيع انها اقول انها تستمر لانها برضو بتضع اهلنا وولادنا واخواتنا من رجال الشرطة في مواجهات صعبة جدا هو الشرح ده مهم يعني انا حتى دكتور عاصم حتى كسير العسين هو كان كمان رئيس هيئة تخطيط عمراني فيما سبق وبالتالي هو يحمل الفكر وعنده العلم وكمان هو الوزير هو قادر على الشرح بس نختلف معه في ايه بقى في ان احنا دايما نقوله يعني احنا نتمنى ان احنا انت بتكلم بالنظرية علمية احنا متفقين فيها لكن انا عندي شعب عندي 140 مليون مواطن فانا عايز اشرح له واحد اتنين انه وانا بحل الحل الامثل لازم يبقى عندي خطط انتقالية متدرجة عشان الاكواجون تمشي معايا صح لان اللي حصل ايه انا رحت جيت منعت البنى هو كده بالمناسبة كده ولا كده المباني يعني مجرمة في الاراضي الزراعية طول عمرها طب المؤخص الوضع ايه شوف بانها شوف كل محافظات مصر صحيح يعني اذا قبل ما جرم وقبل ما اغلص العقوبة وجريمة مخلة بالشرف وكل الكلام ده كله لابد ان انا ابحث الاول عن الاحتياج لو وفرت الاحتياج للمواطن العقوبات والرضع هتبقى بالنسبة لي مسألة يعني هتبقى مسألة استثنائية هتبقى محدودة الاستخدام محدودة الاستخدام اخيرا عشان عارف وقتك خلص انا اتمنى اتمنى من الحكومة ان التلات محاور اللي انا تحدثت فيها تنتهي منها اتمنى من الحكومة ان الشرطات البنائية لا تنصرف على عموم الجمهورية ولا حتى على المحافظة الوحدة ولكن الاحياء مثلا اكثر محافظة في المخالفات الاسكندرية طب اوقف ليه في برج العرب اوقف ليه في عمرية اول اوقف ليه في عمرية تاني ده نوقف في اسكندرية ما ديش حتى الاربعة دوار دول بس الناس اللي عندهم شاهدات وابيانات صلاحية اخدوها لازم اخش في المشروع الكبير اللي احنا طرحينه على وهو نعمله بقى لقاء تاني مشروع استبدال الاراضي المملوكة للشخصيات الاعتبارية او للافراد ملكية خاصة باراضي في مدن جديدة مشروع كبير جدا واخد باعك بشكل طوعي لمن يريد تريد الاستبدال تريد استبدال احنا مسهلا واخد باع لحدك لمن يريد يبقى انا كده حققت وين وين situation عمرت برا واخدت انا الاراضي في العواصم المقتزة جدا اللي الوحدات المحلية مش لقية اراضي تعمل فيها خدمات استخدمتها في الخدمات اللي المفترض تتقدم بس انا كده ساعتها هستبدالها بمراعاة فروق التسعير بنفس القيمة يعني لو الارض دي مثلا بمية مليون هاخد مثلا في برج العرب بمية مليون مساحة يعني عندك خمسمائة متر في المهندسين تاخد حضرتك بقيمتها مساحة عشرة عشرة فدان في مثلا بني سويف الجديدة حسن ما انت عايز احنا انا بشكر دولة رئيس مجلس النواب صدق لنا على مذكرة بعقد جلسة استطلاع مواجهة لهذا الموضوع ان شاء الله هنبدأ نعقدها في خلال السابيع القادة انا مش عارف اشكر رحيتك ازاي وانا سانع عارف ان انا لها عندك خطر كبير قوي فنورتنا وشرفتنا وعارف ان انا بخارك وانك بتنام بادري ومعطالك عن خمس تلاف حاجة بس حقيقي انا ببقى يعني مستني الزيارة دي على احرم من الجمر دايما شرفتنا نورتنا يا فندم الف 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 شكر لسيادة النائب المهندس احمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب اتكلمنا في كل دا واحنا بنترح طول الوقت زي معارض سيادة النائب الحلول البديلة خلونا بقى ناخد ايه خطوات ونمضي قدما في مسألة جدوى هادية الحلول البديلة وايه امكانية التنفيذ ولو مش هننفذ دا طب هننفذ ايه اذا فلتجلس الحكومة مع مجلس النواب مع المعنيين بالامر وسنجد حل نجد حل فوق كل دا انت المواطن وحدة وحدة الارض اللي بتروح دي خلاص ما بتتعونش وحدة وحدة وبلاش سياسة الامر الواقع اللي هو طب كده طب انا هابني ولما يبقوا يقولوني عليك مخالفة ان بقى ندفع الغرامة وحلال حلال وهنقصت وان شاء الله خير ويقولي ساعة 12 ماشي حاضر خلصت الحلقة ثواني وهيكون موجود معاكم كريم رمزي وبرنامجو رقم عشرة اما احنا فنقابلكم بكرة ان شاء الله لو كاننا العمر وبرنامجكم التاسعة سلامات اشتركوا في القناة